موسيقى بينات ما اليوم بصديف ميشيل زغزغي رجل أعمال ناجح ولكنه كمان عنده هواية هي التصوير ولكن لما رح تشوفوا الصور اللي رح نقدم لكم إياها اليوم رح تعرفوا أنه أكتر من هواية صارت احتراف فإن كان بمجال التصوير أو بمجال الطبيعة وبمجال حياة الحيوان يلي ضروري أنه تكون فعلاً عم تفهم عليه لتقدر تاخد هاللحظات يلي نادرة تقدر تاخدها بالصور أهلا وسلا فيك بشارة سوقي أنا حاب أنه نبلش بلك بويندو نقدر نشوف الصور لنعرف عن شو عم نحكي لأنه فعلاً الصور كتير حلوة لافتة واللحظات عم تخدها بحياة الطبيعة وبسيكل الطبيعة وبحياة الحيوان ما بيقدر أي شخص طيني يعني عادةً ما بنقدر نخدها بحياتنا اليومية بدأت كير نطره هذا واحد ينتر يكون فعلاً كيف بلشت معك هالهوية؟ بالتصوير نغرب بالتصوير بألفين وخمسة كنت رأي على لندن عمري كبير يعني مش أنه مش بالمراهقة يعني مش كتير كبير إنه اي مش كتير كبير ما أنا زبطت أنا مش بالمراهقة رأي على لندن بألفين وخمسة أحدى المباريات بولو بتنظمهم كل سنة طيارة تأخرت رحت على محل بالمطار شريت كاميرا ونغرم بالتصوير وخلص وخلص نغرم بالتصوير ومن وقته أريد كتب رحت على إكزيبيشنز سفرت كله تصوير 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 رح نشوف شوي الصور يلي فعلاً كتير بروفشنل فهون تقنية التصوير تعلمت يعني؟ تعلمت بالكتب تعلمت بالكتب تعلمت بالمعارض تعلمت بالسلف تيشين يعني نشوف بعض الصور على الهوارح والصور مأفريقية في رحلات يعني بلشت تعملها؟ أم تبلشت تعمل رحلات على هالمناطق النائية البعيدة يلي بتقدر تلاقي فيها هالنوع من الحيومات؟ وفي 2006 قررت أنه رح أعمل سفرات أعمل الإكزيبيشن اللي عمل لها معرض اللي عملته بجانيوري فبري هالسنة بالبيروتسوق وكتب يعني هذا الكتب اشتغلت عليه تقريباً ست سنينة أول سفرة كانت أفريق الجنوبية أول سفرة رحت على أفريق الجنوبية؟ أفريق الجنوبية ساة أفريقا ساة أفريقا أول شيء لطريق طويلة بعدين أنك تذهب على الأدغال أو تذهب على السحارة بهالمنطقة الشغل اللي بتخوفت منها هيني وبدأ اختصاصيين يقدروا يوصلوك لهون ساة أفريقا ما رحنا على الأدغال ساة أفريقا رحنا على البحر تصور الجريت والشارك هلأ كمان رح نشوفهم أي شارك أهيان شوية شارك أهيان شوية أهيان شوية الشارك بعت فيها أصعب صعب كبير شوية قريبا خمسة متورة ثلاث سفرات أول سفرة دوميسيس عملت سفرة في 2008 و سفرة في 2009 أين نشوفهم؟ هادي في أفريقا هادي أي سفرة؟ كم سفرة سعروا؟ ست سبعتاش وثمانتاش هادي أفريق الجنوبية سبعتاش تقريبا ثمانتاش سفرات بتسافر بهالهدف؟ ماش أنه عم تجزر عم تشوف البلد وعم تصور بنفس الوقت؟ ونظر الوقت وفي آخر ست سنين كل سفراتي كل سفراتي كانوا بهدف الكثير من المشروع وعام نتحدث عن سفرات كثير طويلة يعني 10 ساعات 20 ساعة أصر واحد إلى 10 ساعات هذا المشوار القريب مشوار القريب على الكنية 10 ساعات بعتبر مشوار يومين 3 أطول مشوارها على ألاسكا على الألاسكا لا ألأت اللحظة لألأت عشياء بصابة لا أحب التصوير ولكن أحب الطبيعة يومين ونوصة ألأسكا وكلما نبعد كلما تصغر الطيارة أيضا يعني كلما يعني محطة وبدأك ترجع تكمل تصغر الطيارة بصير فيه ناس أقل عم بيروحوا على الأماكن لا ماشي محفر انه غطينا على البحر آخر انت نوص على الاسل غطينا على البحر بس هيدا ألاسكا على اليمين الصورة انه انا بصور الدب الجريزلي بس مرات كتير حلوة ألاسكا بجنة خبرنا عنها الرحلة بالتحديد قلت لي الجريزلي بير كان كتير قريبة عليك لحتى لا تقدر تصوره ونحن معودين انه تصوير بيصير كيف تشوف الصور هلا يحن موجودين التصوير بيصير من أماكن كتير آمنة او من ما بعرف محمية او يعني تكون محمية انت عم تصوره ونحن نشوفك بره بالاندوائل يوجد شغلتين اول شيء اهم الشغل اهم الشغلة واحد يسمع التعليمات تبع القايد لان القايد ويكونوا ناس عيشوا عشرين ثلاثين سنة من حياتهم مع هاله الحيوان بيارفوا كتير محل البيهيور ووقت الواحد يسمع بعدين لا يصور من بعيد انه لا يوجد محل البيهيور انه كثير مهم خاصة ان الصورة تشوفها كثير مهم ان حيوان يظهر فيك انه يوجد محل البيهيور انه صورة عن بعيد وانه يقرب عليها لا يوجد سيارات هناك انه مجبورين نعمل ماشي مثلا بالصورة هنا هناك ثلاثة جريزلي بير ونحن ثلاثة حدوان انت ترى انه بالطريقة التي تتعاملون مع الحيوان لا يوجد خطر عليكم لا يوجد خطر ولكن الخطر عليها لان اذا لم نتعدى الحيوان اذا لم نحترم البيهيور ولم نحترم البيهيور لن تعدى علينا لا يوجد الحيوان يشوفك تخبرنا اليوم بعد 13 سفرة بس باول سفرة 16 سفرة أو 17 17 سفرة ثلاثة 18 سوف نتحدث عن هذا الموضوع ولكن بالسفرة الأولى لم تكن تعرفوا الحيوان لم تكن لديه المصدقية مضبوط ولكن كما تحملين الكاميرا سوف ننسى كل شيء يعني الهدف تابع يأخذ الصورة سوف ننسى قليلا يعني الهدف تابع يأخذ أحسن صورة أو صورة ما سوف نأخذها قبلة سوف ننسى قليلا نرى بعض الصور بس بالكتاب اللي موجود معنا هون مارزة فينا نأخذه على الهواء الكتاب كتير تقيل شرب اللي قدر أحمله الحقيقة 4-5 كيلو يعني تقدر عليله كيه صعبة بدك تشوفه أنا حطيته كضيف كان عم بقال لي ميشيل ضيف خطر هو خطر للحقيقة يعني هيدا الاي كونتاكت يلي بصير بينه رح نشوفه هلأ على الهواء بين الحيوان وبين عجسة الكاميرا ما بيخوفك لا ما بيخوفه يعني ما بيعمل شيء بضل عم يعيش حياته طبيعية يعني هناك بعض الشغل لا يجب أن يعمرهم لا تسالي عن موضبوط أنا أتكلم على الهواء يعني الهواء يكون عيش 20-30 سنة مع الحيوان يتعرف كيف يعمرهم إذا هالهواء يحترهم لا يوجد مشكلة وقتا نقول ميشيل يعني نكون عم نقول من الوكالز يلي عايشين بالبلد أو مش ضروري مش ضروري أو لوكالز تييل باريف أو لوكالز أو بروفشنالز حياتهم كلهم دفوتدوا لأحد أطفال ويصفروا هون شو عم نشوف بالسورة على الهواء هون شيتاز وهذا زيت الشيطة نص ساعة بعدين راح يتصيّد راح يتصيّد ورجع راح يتصيّد ورجع راح يتصيّد ورجع نفس الحيوان أهل عم يتصوّرون عم يتصيّدوا هون ما في خطر عليك لا مشغول كثير بالسيد تبعه ما بتطالع فيه الحيوان ما بتطالع بالإنسان كبري نعم 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 فالهجوم الوحيد على الإنسان وعندما الإنسان يتعدى عليه؟ أو يتعدى عليه أو يفوت على التاريطور مثلا نحن نصوّر كنا الطائجر كنا على ظهر الفيل لو نزلت من الفيل كانت هجم عليّ الطائجر الطائجر يعتبر أن الفيل هو جميل إذا نزلت من الفيل ساعته يتهجم عليّ بيسي كروز يجب أن يحقون عن جد من خطره بس كل بلد بدك تروح عليه رح يكون عنده خصوصيته إن كان بالطائس أو إن كان بنوع الحيوانات الموجودة فيه وكل نوع حيوانات بيه أبيتات عبولة أو بيه يعني مكان يلي هو بيعيش فيه كمانا عنده يعني طريقته الخاصة كل الشغلة بدك تدرسها قبل ما تروح وإلا بيكون في خطر عليك أولا بيكون ما رح تقدر تاخد الشطي اللي أنت بدك كيف بيكل على القايد أهم شي بالفوتوغرافي السين ما رح تكرر نفسها مرتين يعني لازم واحد يقدر يعمل أنتسيباشن شو رح يصير والواحد يدرس البيهيفور تبع الحيوان مش تهيحمي حاله بس يقدر يعرف شو رح يعمل تكون واحد حاضر مع الكاميرا المزبوطة مع اللانس المزبوطة مع الستيق المزبوطة توقت اللي بيصير هالشغلة يقدر يصوره حيات الحيوان بعد خبرتك عم بتكون حيات روتينية يعني دائماً اللي بتتوقع ورح يصير ايه ده بريدكتبال 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 معروف شو رح يعمل معروف شو رح يعمل وكل ما صار فيه مشاكل وناس نقذوا بأغلبية الحالات كانت غلطة عمل الإنسان يعني نحنا صار عنا ثلاث مشاكل أو نير أكسدنس وبثلاث مرات كنحا علينا مثل شو؟ يعني مثلاً كنا كنا بألاسكا للجريزي بير كنا عنا نمشي وكان هوا جاي ضبنا يعني البير ماشا منه كان في ماذر بير مع بابي طبعه مخبيين ورا الشجرة ما شفناهم هنو شفونا بأخر ديئة هيدا أخطر شي في يكون بيصير معك وقت فيه أم مع الكاب طبعاً لأن رح تدفع عنه هيدا يجي هيدا يصور هيدا أخطر شغلة صارت معي بست سنين وين وقفت تتحمي عن الدافع عن الكاب طبعاً أكثر حيوان ممكن يكون بوقت شرس ولمما الأم عمد فيه خطر على ولده فيه خطر وقت تحس فيه خطر على ولده بكون تير شرس بتهجر مع الإنسان ساعته وقلا ما بتهجر مع الإنسان علامتك كثير إشابه هالسبعت عشر سفره عن جد يعني مش معقولة الأم أداء بتصير اغراسيف وقت فيه كاب زمعه وكل الحوادس صارت أول ما أقولكم أنه كانت صارت بسيتيش وكان فيه أم مع الكاب صبوله طيب ش عملت؟ ماشي ماشي هون البير وقفت صارت فري اغراسيف نحنا الجايد قالنا دي غري نبطحوا على الأرض نبطحوا على الأرض يعني بلايسا بمسيف ما تتحركوا رأيت لحاله وفلت بس لو كفّينا لو ما نزلنا على الأرض لو ما سمعنا من الجايد وزل الأرض ما أقول كين صارت كبير بسيتيش كبير بسيتيش كبير بسيتيش تقبل تبقى مطرحك يعني صارت ثلاثين سنة الشغلتها من العبوكري رأي أنك تهرب أكثر شي لأن واحد يهرب قدام براداتور رح يواعي بالبراداتور الأنستان ورح يلحيك بسيتيش صارت ثلاثين سنة بها الحالة 25 سنة عايش مع الجريزلي بير كبير إمرأة إمرأة طولة متر وستين كندية كثير كثير هنا يعني مش القوة أكثر من أنه الزكاة أو يعني احترام الحيوان ومعرفته يعني المعرفة الكبيرة لطريقة حياة الحيوان لا يوجد سلح معنا ممنوع واحد يأخذ سلح معه على الأصص يعني أكيد مش القوة لقد ما يكون إنسان أول ما يعمل شيء تضب وزن 500 كيلو الزكاة الزكاة والخبرة وعارفة ما يجب أن تعمل ما يجب أن أحد يعمل رياكشن أو رياكشن عن جد يجب أن أحد يلحق التعليمات وإن أنك سأخاف وين كمان ممكن يكون الحيوان شرس غير أنك أم عم تدافع عنه وقتل بيحس أنه عم تتعدى على التاريطور طبعه كيف تعرف شو هو التاريطور طبعه يعني مثلا تعديك مثلا نشوفك كثير قريب بالصور عليهم للحيوانات أنا ما جيت عليه الأنسراكشن مثلا الإنسراكشن في أعلاسكا ما منوع أحد يقرب أقل من 15 متر من الحيوان لكن الحيوان يقدم لا يجب أن أحد يذهب عليه إذا هو يجب يأتي في الوقت ما منوع من البانيك كيف حلوي هذه الصورة بس قبل ما تدرك هذه الصورة بساطة أفريكا هو هيك يطفق الماء أي بس كثير كثير يعني كيف لحقتها هذه الصورة هناك صدفة أوقات تلعب دورة ثلاث سفرات كل سفر 10 أيام 12 ساعة من نهار على بوت 12 ساعة من نهار إلا ما ينط إلا ما ينط إلا ما ينط بثلاثين يوم تقريباً تصوير نطشي 15 مرة كمان نشانسك حلو 15 مرة بثلاثين يوم نطرت كثير هلكت تمول غير شيء تبقى بدي هذا الصبر الموجود شو الموتيفيشن تبعيته أنا أحضر صدفة في الحياة أبداً أنا أحضر صدفة والتحكير الكاميرا بإيدي بمطور ما عنده مشكلة بس هالجوء تأخذ الصورة كاميرا بإيدك بتصير صدفة مع الناس كمان ولا بس مع الطبيعة والحيوانات ما جربت بعد لا عن جال بصير كثير صدفة بس هيخد تأخذ الصورة بدي صورة بدي I want the picture that no one took هيدا الهدف وعارف أنه هيدا الطريق لا لا ما في طريق مين ما في طريق غيرا وبدي استعمل صورة تشوف إذا فينا مرق مسج الحيوانات للعالم إنه الحيوانات عم بيخطفوا إذا ما مننتبه من هلأ إلى خمسين سنة من ثلاثة ربع الحيوانات بحيكونوا موجودين بتعملوا شيء اللي حتى اللي تحفظون إنه يعملوا حركة معينة بتعمل شيء لا نعم الحيوان الوحيد الصورته صار في هو الصور لفالكن ما بعد إذا موجودين كانوا كان هولي فالكن بيستعملون للصيد ندربين ندربين بس باقي الصور لا نحن نتعلم إنه مجرد نحن نجرب ما فينا نصور تنفرج للناس جمال الطبيعة ما رح نبليش نحن كمان ندخل نعم الرسالة إنه ما يدخل الإنسان بالطبيعة الرسالة إنه الطبيعة عيشة لوفات السنين بالإنسان الإنسان عم بيخربها لليوم لازم ما يدخل لازم ما يدخل لازم يحميها اليوم ما هو المشروع الثاني هلأ كتاب تاني فيه ثيم معين أو كمان الحيوانات أو في بعض الحيوانات ما قدرت تتصورها بدكت الحق على مكان معين هل ما أقررت بعد شو الكتاب رح يكون بس بعرف أنه الكتاب بده أربع سنين تقريباً شغل يعني عمل تقريباً بلان رح يكون تقريباً أربع سنين أربع سنين شغل ببعض بيع زيت الثيم إنه مش زيت الحيوانات مش زيت المناطق بس تقريباً بس تقريباً أربع سنين يعني شو اللي بتكون مقصة موقتك على أي أساس؟ سفرتين ثلاثة بالسنة من عندي شغلك يعني ما فينا ما فينا دال الوقت عم بسفر وكل البروفيس تبع الكتاب وتبع الكتاب وتبع الإجزابيشن تبع 100% وصور رائعة بها الكتاب كل صورة بتصلح يعني لوحة فعلاً حلوة جميلة جداً ومش ما بنلاقيه حيوان ما كان في كتير كان الحيوان يعني عم يعيش حياته عم يأكل عم يشرب عم بي ما بعرف عم بيتصيد عم بي ما بعرف هون شو عم نشوف هون عم بيتخانوا على خنزير برية ها 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 في بعض الصور قوية هلأ اللبوة تلتو واحد من المال سرق الخنزير من اللبوة وجو تنين علي تيسرو كيف انتهت المعركة؟ كل واحد أخد حصة ثلث الخنزير تقريباً معركة قوية كانت بعد ما قررت شو السفرات اللي رح تعملها بعدين رح تكون زيت التام كمان عندي لا عندي سفرتين دجا منظمون واحدة على شمال النروج واحدة تانية على نميبيا شو بيشمال النروج شو بدك تشوف؟ بولر بيرث بولر بيرث كمان بولر بيرث دايماً موجودين بهالمناطق كيف تتعرف عليهم؟ كيف تتعرف عليهم؟ يعني مثلاً كل الكتاب في الكتاب في تسعة شابتر تسعة إنتروداكشن كل الإنتروداكشن كتبوا قايد ما صاروا أصحابي مثلاً هلأ رأي على شمال النروج مع القايد تعرفت عليه بشمال الكندا يعني إذا واحد بيسفر كتير بهالمناطق بيصير بيعرف الناس نتوركينج القايد شو يعني كمان موتيفاشن طبعيته طيب يعيش هالحياة أو شي ممكن بصر معود عليها يعني من نسبة له حياة عادية لأنه بيعرفوا لهالحيوان وبيعرف كيف بدوا يتعامل معه يعني ما بقى فيه هالسترس هالخوف بالمرة لا ما فيه فيه احترام للحيوان وفيه باشن نغلبية الحيوانات اللي عم تشوفيها هون منقرضة 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 على طريق الانقراض وهون عالمياً شو عم بيسير بهالإطار غير التوعية أو غير الحكة أو غير ماشي ماشي مثلا الطايجر بقى 2000 طايجر بالعالم إن دو ويلد الشاركس نقتل الإنسان بيقتل بالسنة بين الخمسة وعشرين والخمسين مليون مع أنه فيه اوانين تمنع شارك بالسنة مش بكتل البلدين فيه بلدين ما عندهم اوانين تمنع والشارك بيسافر كتير يعني عم نقتل بالسنة بين خمسة وعشرين مليون وخمسين مليون شارك بالسنة إذا نكفى هاي بنها لها خمسين سنة في كتير سبيشيز سيختفوه صور رائع يعني بعدنا عم شوها مش عم شبع وكل صورة عم تكون أحلم تانية عم نشوف الحيوانات بس هلقنا عم نشوف كمان صور طبيعة الرائعة كمان وكيف تكون يعني عايش فيها الحيواني عم نشوف فيك طريقة حياتي ممكن ما نشوفها بأي وقت كان كمان هون صورة رائعة شكرا لألك ميشيل زمتيلة وفاك معنا للمسجة اللي عم بتتواصله ولريع كمان الكتاب اللي عم يروح للأعمال الخيرية وأكيد فيك تينيس بيحسدوك على هالطريقة الحيات اللي يعني مميزة ومختلفة مابعرف مابعرف معقول أهلا وسهلا مرسي كتير امتمنى تروح ترجع بالسلامة وبتورجينا كتاب جديد مرسي كتير رح انتقل عند جوزيف هاي جوزيف هاي كاتيا شوف بعطي فكتلات اليوم بعط فيه ديسير اليون مع شعر العزار بتحب الشوكولاد إنه هيا من عيدان شعر اللي بحبه وديسير اليوم بشوكولاد ومرنغ اعمل شعر طفنوفا بتحب المرنغ بحب المرنغ ايه العزين باكتر للشوكولاد بس حاب المرنغ منكتر مرنغ فزا بايدان معك امتمنى شكرا